تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة نعم رفعت معاليها في البرقية خالص التهاني والتبركات لمقام جلالته السامي بهذه المناسبة مشيدة بما تحقق من تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية في مختلف المجالات وساهمت في دعم الاستقرار الأسري والترابط العائلي والشراكة الفاعلة في نهضة البلاد وتقدمه في ظل المسيرة التنموية الشاملة كما أعربت عن فخرها لما يبدله المجلس الأعلى المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله من جهود ملموسة للنهوض بالمرأة البحرينية وسعي سموها المخلص لتعزيز دور المرأة البحرينية وضمان تقدمها في كافة المجالات داعية المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة ودوام العزة وللوطن الغالي دوام الرفعة والتقدم والازدهار اشتركوا في القناة